النهاردة 20 ديسمبر وده بيصادف اليوم العالمي للتضامن الإنساني العالم كله في العالم ده بيتذكر إنسانيته بيطمئن شوية كده على الإنسانية اللي هي قيمة مفتقدة بشكل كبير في عالم اليوم اليوم ده بيحتفي العالم بفكرة التنوع وتعزيز ثقافة التضامن وروح المشاركة لمساعدة المجتمعات على مكافحة الفقر كمان تشجيع المبادرات اللي بتدعم التنمية البشرية والاجتماعية تحديدا في الدول النامية الجماعية العامة للأمم المتحدة أقرت اليوم العالمي للتضامن في 2006 باعتبار إنه التضامن هو أحد القيم الأساسية والعالمية اللي المفروض تقوم عليها العلاقات بين الشعوب المفارقة هنا إن العالم بيحتفي بيوم التضامن الإنساني في الوقت اللي غاب فيه التضامن مع أهالي غزة أو يمكن على الأقل نقدر نقول بالنسبة لحكومات الدول الغربية وكمان المفارقة إنه غاب التضامن ده عن مجلس الأمن للغاية دلوقتي عاجز عن تمرير قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تحقيقية منا اللي بيحصل في غزة بقاله أكتر من شهرين ونص حسنا نتكلم على مرور حوالي 77 أو أكتر من 77 يوم وضع ضمير العالم كله على المحك العالم واقف بتفرج في صمت عجيب وتحديدا صناع القرار السياسي والقادة لبعض الدول الغربية أمام ما يحدث في غزة قتل ممنهج للفلسطينيين ارتكاب قوات الاحتلال مجازر جماعية يوم بعد يوم وكأن صلاح جهين بيقول إيه رأيكم في بقع الدم الحمرة يا ضمير العالم يا عزيزي يعني فين ضمير العالم أمام كل هذه المشاهد مشاهد يعني حقيقة بتتجاوز كل المبادئ اللي أقرها القانون الدولي والإنساني وكأن اليوم ده النهاردة 20 ديسمبر بنفكر يعني كل العالم أنه ده يوم التضامن الإنساني وأكتر مكان في الدنيا محتاج تضامن في اللحظة دي هو قطاع غزة اللي بيحصل فيه قطاع غزة كشف عن سياسة ازدواجية المعيير والمواقف الغربية الداعمة للعدوان أو على الأقل قدر نقول المواقف السلبية اللي دي تدق أخضر للاحتلال أنه يرتكب المجازر ضد المدنيين عشان كده ضروري أننا نأكد تضامننا ودعمنا الكامل إنسانيا وسياسيا وتاريخيا مع أشقائنا في فلسطين في يوم التضامن الإنساني نحن نكون موجودين مع حضراتكم على مدار 3 ساعات مرة تانية بنصبح لحضراتكم صباح الخير يا مصر